شاركت مصر في جلسة حوارية حول حالة الأمن الغذائي بعنوان الغذاء الزراعي الكندي في عالم جائعا والذي ينظمه المعهد الكندي للسياسة الأغذية الزراعية وحرست مصر خلال الجلسة على تسليط الضوء على أثار الأزمة الدولية المتعاقبة والتحديات التي توجه العالم وتشابكها لسيما تغير المناخ والأزمة الروسية الأوكرانية بتدعياتها وتم تطرق كذلك إلى كافة الجهود التي قامت بها مصر على مدار الأعوام الماضية في إطار مبادراتها الوطنية المختلفة لتعزيز قطع الزراعة والارتقاء بالأمن الغذائية وذلك من حيث توسيع الرقعة الزراعية وكذلك جهود مصر في إنشاء الصوامع الحديثة من أجل التغزين الاستراتيجي